اشتركوا في القناة قلوب الجميع سواء من عشاق النادي الاهلي من عشاق حتى جمهير المصرية اللي هو بصمات مع منطقه مصر اللي هو بصمات مع النادي الاهلي فيه لعبة كتير حريفة ولكن مش اي حد يبقى ابو تريكا حتى تكورة بتحبه ان شاء الله فيه مرشات زمان هنعرض لحضراتكم مباريات بطول الدوري ابطال افريقيا 2013 وفيها كان ابو تريكا متقلق وكانت اخر لفقاته امام ولندو فايلتس اللي سجل بهابا وايابا في تلك المباريات كل ده تستمتعوا فيه في مرشات دمان وين والكيني كل سنة وانت طيب يا مجم النهاردة فيه النادي الاهلي فيه مشهد صراحة شفته بيبين لك برضو قيم ومبادئ واخلاق النادي الاهلي المشهد اللي ستنام بين موانس محمود طهر والكابتن محمود الخطيب لما اتقابلوا فيه ملعب محمد الخامس فيه المغرب لقاء الاهلي والوداد ايضا كان فيه مشهد النهاردة جمع احد السادة من قائمة المغرب محمود طهر وايضا احد السادة من قائمة كابتن محمود الخطيب ونفس الود ونفس الترحاب ونفس الادب ونفس الاخلاق الموضوع فيه قيم كبيرة جدا وفيه اخلاق جميلة جدا ودي الحاجة اللي معروفة عن النادي الاهلي وكان مشهد جميلة صراحة كل عضاء جمالة الممية افتدت بالها منه وهي دي قيم النادي الاهلي وكل اللي انتو تسمعوه فيه الاعلام كلام تاني النادي الاهلي جواح حاجة تانية خالص غير اللي انتو بتسمع عنه فيه وسائل الاعلام نخش بقى فيه استعدادات النادي الاهلي والنادي الاهلي يستعد بقوة لمباريات كأس مصر النادي الاهلي وحامل لقب هذه البطولة الاكثر حصونة عليها 36 بطولة كأس مصر النادي الاهلي ما شاء الله فيه كأس مصر لو بصيت كده على الكاس فكان بيتحسر اسم كل من فاز بهذه البطولة اسم النادي الاهلي مش لقينه مكان على كأس مصر ما شاء الله حاجة جميلة جدا النادي الاهلي يستعد بقوة في غياب الكابتن حسان البدري اللي موجود في كندا عشان يتطمن على بنته ربنا شفيع فيها كابتن أحمد أيوب والكابتن سيد معاوض والكابتن سيد عبد الحفيز والجهاز الفني بيكملوا استعداداتهم لمباراة تلفونات بانسويف الصراحة النهاردة شفت في التمرين جدية شفت إصرار كابتن أحمد أيوب كان كلامه مع اللاعبين أن خلاص أفلنا بطولة كأس أفريقيا قدر له ما شاء فعل نادي الاهلي خلاص يعني موضوع النهائي أغلقناه ودلوقتي احنا فتحين على كأس مصر وليد سليمان كان ظاهر بقصة جديدة وحلق شعره تماما وده كان من الحاجات اللي كانت بينا في التمرين خدتنا أحمد أيوب مع الجهاز الفني أسم الموضوع لكذا فقط طبعا نادي الاهلي في هذه الأوقات بدون اللاعب الدوليين اللي نضموا المعسكر المنتخب اللي هيلعب غنى إن شاء الله يوم الحد المقبل وهم طبعا اللعيبة الدوليين أذكر حراركو ينشف إكرامي وعبد الله السعيد مؤمن زكريا رمي ربيعة وسعد سمير دول اللعيبة الدولية اللي من النادي الأهلي أدم محمد نجيب اكتفى بتمرينات في الجيم للتأهيل أجزا أقول لحراركو نصالح جمعة وحصان عشور واللعب مروان محسن كان لهم تمرينات مخصصة حالة حصان عشور جيدة جدا وتدريجيا بيخش في الأجواء وفي حوار معاه قال إن هو إن شاء الله هيكون جاهز بعد لقاءة الفنات دانسويب تدريجيا يمكن أن يعود للمشاركة في تدريبات الجماعية لنادي الأهلي أدي مروان محسن بيشارك في أجزاء كبير جدا وفقرات كبيرة جدا من التمرين ودي حاجة مبشرة تم تصعيد الحارض محمد عماد اللي وصت أحمد عدل عبد المنعم ومحمد الشناوي اللي شايفينه مع حضراته في صورة وهو بيجري الإحماء كابتن أنيس الشعلالي قسم مع كابتن أحمد أيوب فقرات التمرين طبعا البداية التسخين اللي حضراتكم شايفينه وبعد كده عملوا فقرات بتبين لك نادي الأهلي علاقة في تلفونات دانسويب إزاي الأول حاجة كانوا عملوا سمول سايت جيم سمول سايت جيم ده بيبقى فيه جزء من اللعيبة مع جزء من اللعيبة في مصر ملعب وبيبقى فيها تمرير واستلام وتسلم وهي فاك الدفاعة النادي الأهلي سواء بيلعب الهدات سواء بيلعب تلفونات بنسويب سواء بيلعب أي فرقة من الفرق أغلب الفرق بتبقى صغيرتها دفاعية أمام النادي الأهلي وده اللي كان مركز عليه طبعا كابتن أحمد أيوب بتوجيهات الكابتن حصر البدري لأنه مدير الفني للفريق حتى في عدم وجوده بيبقى البرنامج اللي الناس شغال عليه في الجهاز الفني نفس البرنامج المتفق عليه من طبع الجهاز الفني وقسم اللعيبة لكذا مجموعة وكان فيه تقلق صراحة من العيبة النادي الأهلي حالتهم الفنية وحالتهم النفسية بتبشر في ما هو قادم سواء دي من لقاءات الدوري ولقاءات الكاس فيه استعداد كبير جدا وشديد جدا وشدد عليه كابتن ساد عبد الحفيز وشدد عليه كابتن أحمد أيوب وكابتن ساد معوض مع اللعيبة في عدم الاستهوان بفرقة تلفونات بنسويب في مفاجآت الكاس النهاردة هنقول على حضراتكم النهاردة في بداية يعني كابتن أحمد أيوب هتحدث معي على مفاجآت الكاس وحدثت بالفعل مفاجآة في كاس مصر والجونية تفوق على طلع الجيش فأول تصرحات كابتن أحمد أيوب معي كان إن فيه مفاجآت في كاس مصر فأنا واخد الموضوع بجدية مع اللعيبة وده نفس الشيء اللي شدد عليه الكابتن حسام البدري خلينا نقول إن كان فيه تقلق من بعض اللعيبة في التمرين النهاردة وفيه حالة مبشرة أولا وليد أزارو جاب جوان كتير جدا اللعيب أكرم توفيق أيضا كان عنده جزء من التأهيل أكرم من اللعيبة الصاعدة وعيدة في مركز خط وسط الارتكاز اللعيب الجانب البدني عنده كويس الجانب الفني عنده كويس وهيبقى له دور كبير جدا إن شاء الله مع فريق النادي الأهلي أرجع للعيبة اللي كانت متعلقة في التمرين وليد أزارو جاب جوان كتير جدا ودي حسام عصور وتأهيلاته جونيور أجرية كان بلعب في نفس الفريق اللي في تأسيمة مع وليد أزارو أيضا أحفظ أهداف كتير أعمد نتعب كان بلعب في الفرقة التانية وأحفظ أهدافه كان متعلق بشدة وكان بيقاتل أيضا اللاعب أحمد حمودي واللاعب هشام محمد عمر السلية نجوم كتير الحالة الفنية اللعيب في النادي الأهلي كانت أكتر من جيدة حتى وجود اللعيبة اللي لا تشارك بصفة أساسية سواء إسلام محارب سواء عمر بركات سواء أحمد الشيخ أيضا وجود اللعيبة الأخرى أيمن أشرف كان من اللعيبة أيضا اللي كانت لها أدوار محمد هاني كان متقلق كريم ندد كان بيشارك بشكل قوي الحالة العامة لفريق النادي الأهلي بتبشر بأن الموضوع واخدينه بجدية شديدة جدا عايز أقول لها حاراتكم أن كان فيه تمرينات تخصوصية النهاردة تمرينات تخصوصية للكور العرضية وإنهاء الهجمات على المرمى والكل تقلق فيها يعني عايز أقول لها حاراتكم أن عمد بنتعب تقلق عايز أقول لها حضراتكم أن أحمد الشيخ تقلق فيها اللعب حمودي تقلق فيها بشدة أهزار وتقلق وأحرز أهداف كتير وحتى مروان محسن شارك في هذه التمرين مروان البرنامج بتاعه اللي طبعا منصق من قبل الدكتور خالب وأخصائي التغذية دكتور هاني ومعه كابتن أنيس الشعلالي وأيضا كابتن أبو العيلة دول في الشق البدني وكابتن حسام البدري وجهازه الفني كابتن أحمد أيوب أو كابتن سيد معاوض من الناحة الفنية كل دول بيشكلوا جهاز الجهاز كله بمشكل برنامج على أعلى مستوى لمروان مروان بقى بيخش تدريجيا ما بيتفعوش به في كل فقرات التمرين عشان يتم التنسيق بشكل جيد ويبقى الاتمقنان على أعلى مستوى لمروان محسن عشان يخش مرة تانية في التمرين التخصصي في الفنش على المرمى شارك كمروان محسن في السمول سايت جيم اللي هو تمرير وتحرك واستلام وتمرير وتحرك بالكرة في المساحات الديقة وبعدين يلعب ناحية تانية ويبتدي يحس إحساس الملعب شارك كمروان محسن وكان مستوى مباشر يعني هو حتى في التخصصي أحرز أهداف فده بيبين لك أن مروان قادم ويمركز ما شاء الله برضو معندوه زيادة وزن محافظ على وزنه بشكل كبير جدا وده حاجة من اللي هتأهله إنه يعود بقوة وده حاجة من الحاجات إلا مبشرة أيضا مستوى الخراس كان على أعلى مستوى النهاردة من المتوقع أنه ممكن يكون الشناو فيه حراس المرمى أنا كل ده بقول حراسكم من المتوقع لا أجزم بشيء لأن التشغيل هو اللي هيتطفق عليه كابتن فاسم البدري والكابتن أحمد أيوب ولكن من الوارد يعني برضو كابتن أحمد أيوب طلع بالتصرحات وقال لك مش هنعمل رزق أو مش هناخد مخاطرة جبيرة جدا عشان مفاجئات الكاس فيه لعيبة كتير ممكن أنها يبق عليها فرص في لقاءات الكاس ولكن مش هيكون فيه مغامرة إحنا أبطال الكاس وعايزين نحافظ على مستوى النادي الآلي في هذه البوتول أيضا في حواري مع كابتن سيد عبد الحفيز قال أن النادي الآلي هيلعب ماتشو مع تليفونات بنسويف على ملعب تيتر سبورت وده نفس الشيء أيضا اللي أكد عليه سيادة اللي هو 20 شمس أن المبارات النادي الآلي القادمة يوم الجمعة إن شاء الله فيه تمام الثامنة مساء هتكون على ملعب تيتر سبورت ومسؤولين تليفونات بنسويف يشددوا على إقامة اللقاء في ملعب تيتر سبورت هو الترياء للفرق والطرق الدفاعية هو الناس هتشدد على فيتر سبورت عشان هو ديق إلى حد ما والملعب الديقه بيبقى فيها حوالي فرق من 3 إلى 5 متر في الأجناب ومن برضو نفس الشيء من 5 إلى 6 متر في الأطوار وديم على المجمل بتفرق مع الفرق اللي تلعب طريقة الدفاعية الليها بتحاول تقفلها في الملعب بشكل كبير جدا من فيه ناس تقولك أنا ألعب في أي مكان وده حقيقي نادي الآلي يلعب في أي مكان لأنه عنده من الإمكانيات ولكن أنا بشرح لحضراتكم لأنه هتلاقيها كتير جدا أنه فيه فرق لما تيجي تلعب نادي الآلي هتطلب ملعب صغير زي فيتر سبورت أو 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 مثلا يبقى قدامها فرصة أنها تلعب في ملعب زي السادة القاهرة اللي بيفتتح بعد سنين آه اللي بيفتتح بعد سنين كتيرا السادة القاهرة كان مغلق السادة القاهرة تحفة فنية السادة القاهرة أصبح لبعد اللعيب النشئين ما شفيتوش فيه لعيب يقولك أنا سيديهي كان ماتش في السادة القاهرة فما بالك أن أنت فريق زي تليفونات بني سويف لا يشارك في الدوري الممتاز بيشارك في كاس مصر عشان يوصل لحاجة وبالنسبة اللعيبة كتير جدا دولة تليفونات أنا بقولها حركة ومتأكد هم نفسهم نفس يعني اللعيبة شكلا بقى على الإدارة بتتمنى أنها تلعب في السادة القاهرة يعني السادة القاهرة بتحفة الفنية اللي حركة شايفينها أجواء السادة القاهرة شكل السادة القاهرة حتى ولو بدون جمهور حاجة تانية خالص عن أي ملعب في مصر طبعا ملعب برج العرب على أعلى مستوى ولكن السادة القاهرة هو الزفريات هو التاريخ فبيبقى فيه ارتباط ما بين الجماهير وما بينه وأنا بقول كلام دوت عشان فيه أجيال جديدة بتسمعني جلواتي بتتفرج عليها والأجيال ديت ما تعرفش قيمة السادة القاهرة السادة القاهرة ده استاد الرعب وبالنسبة لأي منافسين سواء للنادي الأهلي أو لمنتخب مصر سادة لواشين شامس أكد أن مباراة الفريق القادمة يوم الجمعة القادم هتكون على ملعب بيترو سبورت ورافض فريق التلفونات أنه ينقل المطش لملعب استاد القاهرة نروح لخبر مهم جداً المهندس محمود طاهر رئيس مجلس دارة النادي الأهلي هيعقد مؤتمر صحفي يوم الحد يومي 20 أو 21 نوفمبر الجاري لإعلان على الخطوات الفعلية لبدء تنفيذ استاد الأهلي حلم اللي طالما حلم ديه كل جماهير الأهلوية على مدار التاريخ استاد الأهلي هينقلك نقلة نوعية استاد الأهلي هينقلك فيه نقلة تانية من الناحية التسوقية من الناحية التنظيمية من الناحية الإعلامية من كل النواحي حتى من الناحية الفنية هيفرق معك كتير جداً وهيوفر عليك نفقات كتير جداً يعني مش بس هيجيب لك فلوس ده كمان هيوفر عليك فلوس من المصرفات اللي بتصرف على ان انت بتأجر ملاعب تانية زي ملعب برج العرب او ملعب السادة القاهرة او اي ملعب النادي الاهلي بيجري عليه مباريات لما تخش فيه انك تبقى معاك ملعب هتبتدي هقول لك مثلا هاخد التجربة الايطالية التجربة الايطالية الاقرب الى احوالنا طبعا ايطاليا في اوروبا ولكن ايطاليا وقت عن مصف اوروبا على مدار التاريخ انا بكلمك ان اخر بطولة لمنتخب ايطاليا كاس عام 2006 شوفه من كم سنة احنا في 2017 هتكلم على الفرق شوفه اخر شامفينز ليج او دوري ابطال اوروبا بالنسبة ليه فرق ايطاليا كنت ممكن تلاقيه 2019 وعشر يانجوردو من 8 سنين ولو بصيت ان بداية فترة وقوع عند ايطاليا هتبتدي من بعد 2006 ليه ان هقول له حضراتكم الحد الان فريق الانتر وفريق ايسي ميلان بيتقسم ملعب سان سيرو ملعب فريق ايسي ميلان فريق الانتر نفس الشيء بيسموه جيزيبي ميازا ده بالنسبة ليه جمهور الانتر لكن هو ملعب سان سيرو جيزيبي ميازا على فكرة لعب الانتر ولعب الايسي ميلان وكان في الايسي ميلان وانتقل الى الانتر فبيسمى بهذا المسمى ولكن هو نفس الملعب نفس الشيء بالنسبة ليه روما والاتسيو الاثنين بيلعبوا على ملعب الاوليمتكو في روما يعني برضو فرقتين كبار بيلعبوا على نفس الملعب نادي اليوفي اللي وصل مرتين نهاية شامفينزليج اخرها السنة اللي فاتت ومن ثلاث سنين واجه برسلونا اي نعم بيخسر لانه بيلعب فرق على اعلى مستوى ابعد منه بكتير في المستوى الفني ولكن هو قادر انه هو يعمل صفقاته قادر انه هو يصرف وقدر انه هو يوصل ليه؟ لان اليوفي الفريق الوحيد من الفرق الكبار في ايطاليا عنده ملعب جديد اسمه اليوفي ارينا ملعب اليوفي ارينا ده نقل اليوفي نقلة تانية من الناحية التسويقية وجاب فلوس كتير فمدام جاب مصدر تمويل كتير ابتدى يجيب صفقات على عالم الصفاء اه ابرزة بصوا بصوا فرقة اليوفي هتلاقي ايجوين هتلاقوا ديبالا هتلاقوا كوادرادو هتلاقوا دوجلس كوستا هتلاقوا مندوكيتش هتلاقوا فرق لعيبة حتى ماتودي جاي من فاريس سان جرمان سامي خضيرة جاي كل هديه النجوم سامي خضيرة جاي من رئيس المدريد انت بيجيب لعيبة من الصف الاول جاي بدانيا قلبش السنة اللي قبل اللي فات اللعيبة دي اليوفي ما كانش هيقدر يشتريها لان الوحيد اللي عنده قدرة صرف هو فريق اليوفي ليه؟ لانه الفريق الوحيد اللي من ضمن صفة الكرة الايطالية اللي استطاع انه يعمل استاد فالاستاد ده نقل اليوفي نقلة بعيدة جدا 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 عن كل الفرق اللي بتنفسه فاصبح اليوفي هو اللي يتربع على عرش الكرة الايطالية كما يتربع عليها فريق النادي الاهلي هنا في مصر فالنادي الاهلي لما يعمل مشروع الاستاد هيفرق معاه فرق كبير جدا وهيدي له دفع كبيرة جدا من الناحية التسوئية وده حلم بيحلم به كل رؤساء النادي الاهلي من 11 سنة ونتمنى انه هو يقلص فيه اقرب وقت ممكن خلينا اكمل مع حضراتكم ان النادي الاهلي بيصرف النظر عن الشك وعن الحكم بكاري جسامة و26 شامس قال لي احنا مش هنشكوا جسامة لانه مفيش جدوى من ذلك خلاص المباراة خلصت واعتمد بنتجها والمسؤولين في الاتحاد الافريقي على دراية تامة باخطاء الحكام واثرت بشكل كبير جدا وكنا حتى شفنا موزيع بين سفوتس هشام الخلصي اللي كان بينتقد كبتنوع الجمعة عشان بيتكلم على التحكيم وهو نفسه انتقد التحكيم لما منتخب تونس امام الكونبو لما خسر في مباراة امم افريقيا من قبل يعني هو قال لك حتى مستوى التحكيم في افريقيا بهذا الشكل احنا داخلين في نفق مظلم وفعلا قادل نفق المظلم انتو شايفينه فريق النادي العالي وكان فيه حتى بعض الاخبار النهاردة كان فيه اخبار سواء على بوابط الوافد او على البوابة نيوز وبعض المواقع بتتكلم ان فيه عدد اصوات داخل الاتحاد الافريقي بيتكلموا على احد اسمه محمد المختاري ده احد اعضاء الادارة المالية للكاف وعضو مجلس ادارة اتحاد كرة في المغرب وبيقول انه هو احتمال كبير جدا يكون متورط مع الحكم فملاك سينبا الحكم لقاء الزهاب ومن الوارد انه هو اثر على حكم مباراة الاياب ولكن فملاك سينبا ضرب الجزاء اذاره اللي واضح على الشمس هو الوحيد اللي ما شافهاش فهنا ابتدت المواضيع ترتبط ببعضها وتتاجه في هذا الاتجاه فكان خبر مهم جدا 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 لهذا الامر اروح سريعا بقى لخبر تاني من الالعاب الاخرى النهاردة صراحة كنت وانا موجود في نادي الاهلي كان فيه لقاء ناشئين موريد 2002-2003 امام نادي الجزيرة ونادي الاهلي اكتصح نادي الجزيرة بنتيجة كبيرة جدا 60-13 مدرب الفريق احمد الجارحي وايضا الكابتن طارق خيري مدير فني طبعا ليه الفريق الاول صراحة شفت نمازج جميلة جدا كرة السلة في النادي الاهلي كان دايما بتطلع لنا ابطال وانا شايف حتى معدل اطوال في النادي الاهلي جميل جدا لعيبة لسه صغيرة ولكن عندهم طول فارع عندهم قمو عندهم مهارة وان سايد جيم انا بكلمك 60-13 حتى يعني المباراة كانت من جانب واحد ولكن الواحد بيبقى مبسوطة ان نادي الجزيرة في كرة السلة حدث ولا حرق يعني من الانديك كبيرة فان على مستوى النشئين يبقى عندك هذا المستوى المميز انت ضامن نفسك في الفترة القادمة لان هذا الامر حاجة جميلة جدا خلينا اقول ان كان فيه لعيبة محمد حازم محمود وليد واحمد خالد من اللعيبة اللي كانت متعلقة جدا جدا في هذا اللقاء ولازم يأخذوا حقهم في قناتهم في قناة النادي الأهل نروح لكأس مصر روح لمفاجآت الكأس والجونة يطيح بطلاقع الجيش بهدفين مقابل هدف في لقاء في جدل تحكيمي كبير وكان فيها قطادات من لعيبة طلاقع الجيش بشدة على حكم اللقاء ولكن في الاخير الجونة يتفوق بهدفين مقابل هدف الاثنين حتى من ضبطي جزاء أحرزهم اللعب وسامة رجب وكان ابتدى طلاقع الجيش التسجيل بهدف حسان يوسف خلينا أقول لنا أيضا فيه ضمن النتائج الهدف اللي انتوا شايفينه أمام حضراتكم استفش بيتها من اللعيبة الكبار واحد أبناء النادي الأهلي مع فتروجيت أمام البنك الأهلي بنك الأهلي من الدرجة الثانية وبيواجه فتروجيت اللي بيلعب في الدرجة الأولى وتفوق في الديئة 43 ألف ومروك للكابتن محمد يوسف أيضا برضو كابتن محمد يوسف هيكون ضفنا فيه مرشاط زمان وكان المدير الفني النادي الأهلي في 2012 في 2013 في كل الدورة بطالة أفريقيا أيضا عايزين نقول النجونة من الدرجة الثانية فاز على طلاع الجيش من الدرجة الأولى ممتاز وعنا برضو الدرجة الأولى خلينا نقول الممتازة الدرجة الأولى ساعت هنا في مصر بنقول عليها اللي هي الدرجة الثانية بتتشبه الأسانية ولكن هو في الآخر طلاع الجيش مننا الممتاز والجونة من الدرجة الأولى كان فيه برضو مواجهة ما بين النصر والدخلية مواجهة في منطقة قوة وستطاع الدخلية نتفوق بهدف مرقب للشيء أخرزه اللعب محمود صبري وكان حتى كابتن على لعب العالم في تصريحاته قال أنا شاركت بفريق كله من مدور يعني مش من اللعيبة الأساسية اللي بتشارك كتير فيه الدوري وصراحة اللعيبة مخز لتنش وكان لقاء جميل جدا وكنت يعني مستغرب من اللقاء خلص 1-0 كان فيه فرص كثيرة جدا وشكر حتى فريق نادي النصر ودي روح جميلة جدا من الكابتن علاء عبد العال ودي حاجة احنا دايما بننتظرها من أبناء النادي العالي ادي أهداف اللجونة وطلاع الجيش الهدف الأول اللي أحرزه محمود صبري صراحة جيري يعني من نصف الملعب وقد السورينت كبير جدا وثم تعادل أسامة رجب من ضربة الجزاء أسامة رجب كان بلعب فيه نادي أمتي كان بلعب فيه طلاع الجيش لف لفة جبيرة حتى فيه المحلة من اللعيبة اللي لفت لفة جبيرة جدا فيه أندية الدوري الممتازة وفي الأخير أول مفاجأة الكاسة اللي جونة تسوق على طلاع الجيش نروح لخبر الفيفا اتحاد الدول لكرة القدر متخب مصد 20 ألف فرانك سويسري بسبب الشماريخ مطشي كومغو يبدو أن فيه بعض الجمهور أشعل بعض الشماريخ ساعة الفرحة فالتحاد الدولي قال أن فيه مبلغ غرامة 20 ألف فرانك سويسري نتيجة للأحداث وأيضا نفس القصة حصلت على الأرجنتين والبرازيل والشيلي لأن جماهيرهم رببت بعض الهتفات العنصرية خليني برضا نروح لحضراتكم لخبر مهم جدا حمد صلاح في أفضل 11 لعب في الفريمير ليج حتى الآن الكل يتحدث في إنجلسرا عن محمد صلاح الكل يتحدث عن ما شاء الله المسيرة الجميلة اللي بيأديها محمد صلاح الكل يتحدث الآن عن إبهار محمد صلاح وإستطاعته أنه هو بيشارك في أكتر من 13 هدف في 10 مباريات بيلعبها في الدور الإنجليزي وأحرازه كل هذه الأهداف يوجن سلوفيد يتحدث أنه لم يكن يتوقع هذا المستوى جيمي كاريجر وزير الدفاع في ليفر بول وواحد من نجوم الدفاع في ليفر بول بيتلا يقول صلاح أفضل صفقة حتى الآن حتى أعدى روميليو لوكاكو وخلينا نتكلم أنه برضو شبكة سكاي سبورت حتى وده الأكثر متابعة لدور الإنجليزي وهي اللي بتدسه بشكل أحصر في إنجلترا في أوروبا بتتحدث عن محمد صلاح بشكل كبير جدا وقالت أنه بيسجل أهداف بيعمل مراوغات واحد دي واحد بتلاقيه سرعات ناحية كل الجوانب بتصب فيه محمد صلاح حتى كان فيه كلام أنه نادي أتليتيكو مدريد وديجو سمون اللي هيتدي يقدر يشتري لعبة في يناير المقبل بيفكر في ضم محمد صلاح هو بيتكلمه في مبلغ 50 مليون جنيس سليني وردوا عليهم جماهير ليبرفول بيقولك 50 مليون سليني بلاس جريزمان يعني يديفوا كمان اللعبة أنتوان جريزمان لجمة لتكو مدريد والحارس أوبلك ساعتها ممكن ليبرفول يبتدي يفكر وبقيت بقى جمهور ليبرفول من الإنجليز يبدأ يردوا على هذه التكاهنات تكاهنات بانتقال صلاح في يناير لأتلتكو مدريد وبيبين لك مدى حب وعشق وارتباط جمهور فورة وقدم في إنجلترا بمحمد صلاح صراحة واحد من أفضل اللعبة الموجودين وأعتقد أن إن شاء الله سيكون الحاصل على جائزة أفضل لعب إفريقيا هذا العام بإذن الله نروح لخبر مهم جدا نادي أولمبك مارسيليا نادي من أكبر الأندية في فرنسا نادي حصل على شامس المزيج دورة أفضل أوروبا من قبل في بداية التسعينات لعب في عبيدي بيلي يعني لعب فيه لعبة كبار جدا راح له نجم فرنسا ومنشسترناتج السابق واليوفي فاتريس إفرا وفي أحد المباريات الدوري الأوروبي حصلت مناوشاتنا بين فاتريس إفرا والجمهور ففاتريس إفرا يبدو أن فيه حد من المشجعين يعني اشتبك معه بالألفاز فراح ضربوا ضربوا برقلوا كده بالرجل فقرر مجلس إدارة نادي مارسيليا بإنهاج وفس التعاقد مع فاتريس إفرا بسبب السلوك المشين الغير رياضي وأنه التعاقد مع هذا اللاعب إنه مثل المنتخب فرنسا في العديد من المنافسات واحد من الناس اللي حصلت على دورة أبطال أوروبا مع عمان سترنايشد واحد من اللعيبة أخذت الدور الإيطالي مع اليوبي ولكن كل هذا الكلام لما بيخش فيه موضوع أخلاقي في أوروبا حد الصلاحة خلاص قرار اتاخد واللعيب تم فاسق التعاقد معه مش بس إفاف لألغوا العقد خلاص دلوقتي فاتريس إفرا فري بأي فريق وهتأثر كتير جدا مع فريقه لأنه العيب كبير بهذا الشأن لأنه يعمل هذا الحادث نفس الشيء اللي كان لو هتفكر حضراته وعمله أريد كانتنا نجمو منشيس روناتو وإيضا ترانسي جرسية في أحد المتشاط برضو بهب ورقل أحد المشجعين ولكن في هذا التوقيت تم إفافه فقط ومنشيس روناتو لم يفسق التعاقد ولكن أولمتك مرسيليا بعد هذه الحادثة بيعطي درسي للجميع وفسق التعاقد مع اللعب فاتريس إفرا من جمه متخب فرنسا ده كان آخر الخبر معي النهاردة وحتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة